حكم مباراة الاهل والزمالك هيكون مين؟ لفت انتباهي وهي معلومة مع استنتاجات عشان بس محدش يقولك ده احنا اعلاننا حكام القمة لا احنا بنحاول قدر الامكان نوصل وبنجتهد عشان نعرف ابرز المعلومات النهاردة في اربع مطشاط المحلة والبنك الاهل الداخلية والاسماعيلي الجيش واسوانه وصيراميكا وبيراميدز الاربع مباراة دي ما فهمش ابرز اتنين مساعدين موجودين في مصر محمود ابو الرجال واحمد حسام طه دول ابرز اتنين مساعدين موجودين من القائمة الدولية مش موجودين في الاربع مباراة الفاصلة فبالتالي اكيد تم اختارهم ان هيكونوا موجودين في مباراة القمة سواء في الملعب او ممكن مع تقنية الفيديو طيب بالمعيار ده وبالمبدأ ده لما تريح النهاردة ابرز اتنين حكام مساعدين معاك مايلعبوش المباراة الحسيمة والفاصلة دي والمساعد ما بيجريش كتير او يعني زي حكم الساحة ولكن انت النهاردة لا موجود احمد حسام طه ولا محمود ابو الرجال وانا حتى قدام المطشاة كلها يعني فبالتالي اكيد الحكام دي هتكون مرشحة لمباراة القمة ولكن بالمعيار ده لو خدنا معيار يبقى بالتالي امينة عمر ومحمود البنة ومحمود ناجي ومحمود عشور ايضا كمان كده كده مش هيكون موجود في مطشاة الوزمالك مش هيكونوا موجودين يوم الخميس وهتكلم تحديدا على امينة عمر ومحمود البنة لان دول اكتر اسمين كانوا بيتقال على طول ان هم مرشحين لإدارة مباراة القمة ولكن الاتنين النهاردة بيديروا مباراة يوم الاتنين والمطش الخميس هل فنيا بدنيا ينفع حكم لسه ما تمش اختاره ان عنده مطش الاتنين وعنده مطش الخميس لو هتديله الخميس لازم النهاردة بعد المطش تقوله انت عندك مطش الخميس خاصة امينة عمر ليه امينة عمر لانه حكم محترف موجود في معسكر الحكام المحترفين الافارقة في مصر يوم الاربع اللي جاي وعشان تختاره لازم تعمل حاجتين تبلغ امينة عمر قبلها بفترة تحديدا النهاردة عشان يعمل الريقافر والاستعداد لمباراة الخميس والحاجة التانية لازم تبلغ لجنة حكام الكاف عشان يبقى عندهم علم ان الحكم امينة عمر هيدخل المعسكر يوم الاربع وهيطلع عنده مطش الخميس ويرجع تاني للمعسكر لازم الاستئذان من لجنة حكام الكاف ولكن لما تريح النهاردة ابو الرجال واحمد حسان طه يبقى اكيد الحكم اللي هيدير مباراة القمة مش من ضمن الحكام اللي بيديره مباراة النهاردة ده لو المعيار هيشتغلوا بكده طيب بما ان مطش النهاردة او مطشات النهاردة ما فيهاش ابراهيم نور الدين كذا مكان وكذا مصدر وابراهيم نور الدين ما نفاش يعني لم ينفي ان هو تم اختاره بادارة مباراة القمة لا اكد ولا نفع فهل ابراهيم نور الدين هو اللي مرشح لهذه المباراة مش اقول وجهة نظري ولكن اتكلم على الهيستري تاريخ السنة دي نصحتي للجنة او نصحتي المجلس دارة اتحادك ورا عد المطش على خير يعني انا وانتم فاهمين اكيد عدوا المطش على خير مطش محتاجين نتفرج على كورة مش محتاجين شو عايزين نتفرج على حالات تحكمية ده اختم موسم مش عايزين نبوز الموسم فاختار حكم عنده كل المقاومات اللي تسمح له ان يدير هذه المباراة وعلى فكرة لو بتفكر انك عايز تكافئ حكم نجح على مدار الموسم ممكن تديره هذه المباراة ولكن مع كامل احترام الابراهيم نور الدين والله انا ما عنديش مشكلة شخصية معاه بس انا بتكلم على المستوى الفني ابراهيم نور الدين السنة دي اتوقف اكتر من مرة وتوقف على المستوى الافريقية على فكرة ومن ساعتها مرجعش فطبيعي مباراة زي دي مش ابراهيم نور الدين يعني انت لو بتقيمه وبتحطه التعينات بشكل فني مش هتعمله كده ده لو بتعملوها بشكل فني ابراهيم نور الدين على حد معلوماتي طلب انه يدير المباراة دي معلومة بقى انا مش بقول وجهة نظر دي معلومة طلب انه يدير مباراة القمة ومش اول مرة يطلب كل سنة بيطلب اتذكر في مرة كان الكابتن وجهة احمد رئيس لجنة وكان الكابتن احمد ميجاد رئيس لجنة مشرفة على اتحاد الكرة ما كانش رئيس اتحاد الكرة للموقت سي احمد ميجاد كان وقتها رئيس لجنة مشرفة على اتحاد الكرة فوقتها ابراهيم نور الدين طلب فوجهة احمد عرض ده على الكابتن احمد ميجاد احمد ميجاد قال له لا استحالة لو ما فيش حد مش هاختاري براهيم نور الدين وساعات اختار محمود البنة في اللقاء اللي كان اول لقاء يجي روح حكام مصرين منذ فترة طويلة جدا فابراهيم بيطلب ده سنويا وده حق ان يطلب الراجل عايز يكون موجود في اكبر اهم المباراة ولكن لازم تجيب حكم يتكافي على ادارته لازيل المباراة بعد موسم جيد جدا المفروض تبقى للمعايير والمقيس في امين عمر في محمود البنة ولكن على الظار مين بقى بنسبة كبيرة هيكون محمد عادل تم الاعلان خلال تمانية واربعين ساعة عموما هنشوف الفترة الجاية اللي هيحصل وقبل مطلع الفاصل عايز اقول معلومتين على السريع كابتن توفيه السيد كان عايز يختار محمد الحنفي لإدارة مباراة القمة لكن لغاية اللحظة دي ما تمش الاستقرار او يعني مش شايفين ان هو كحكم دولي ممكن يدير المباراة في ظل وجود حكم دولين ولكن الكابتن توفيه السيد كان عايز محمد الحنفي فكرة بقى انه ممكن يكون اخر مسلم لي ويعتزل يعني الله وعلم المعايير عندهم ايه الحاجة التانية فاكرين مطش الزمالك وفاركو فاكرين ضربة الجزاء اللي حسبت لأحمد سيد زيزو وكل خبراء التحكيم قالوا مش ضرب الجزاء طاقم تحكيم هذه المباراة تم اختاره انه موقوف حتى نهاية المسلم طاقم التحكيم اللي كان موجود برئاسة او بقيادة الكابتن طارق مجدي هذا الطاقم واثنين حكام الفار موقفين حتى نهاية المسلم اللي احتسبوا ضرب الجزاء غير صحيحة والفار لم يراجع طارق مجدي ولم يخطروا ان مفيش راكل الجزاء وللأسف اتحسبت راكل الجزاء والزمالك كسب بهذا الخطأ التحكيمي واعتقد دا مش اول طاقم تحكيمي توقف بسبب اخطاء في مباراة الزمالك اعتقد دا تاني طاقم او تالت طاقم لان كمان قبلها كان وليد عبد الرازق في مباراة الزمالك وبروكسي في كاسماس اتوقف برضو فترة بسبب اخطاء تحكيمية كانت سبب في تأهل الزمالك لدور الستاشر نخرج لفاصل ثم نواصل